وكانت له الشجاعة في تأكيد على أن مواجهة ألمانيا والنمسا في موضوع 1982 كانت مرتبة وذهب إلى حد الاقتبار الجزائريين وثلاثين عاما يمكن أن نكتشف أمورا جديدة ومهما يكون من أمر فإنما قاله شمخة فريد من نوعه لم تكن لأي شخص آخر الشجاعة في الحديث عن مثل هذه الأمور فالشيء الذي أريد التأكيد عليه مادام أنكم عدتم به إلى تلك المواجهة لا نحن ولا النمسا أردنا المغامرة في الهجوم في الشوط الثاني ولو أن طريقة لعبنا تميزت بالأنانية وكنا نبحث عن نتيجة إيجابية دون النظر إلى وضعية النمسا أو ألمانيا فبالنسبة لي لم أكن على دراية بأي ترتيب للمباراة ولا أعرف شيئا سوى أنني ألعب كرة القدم من أجل الفوز فقد كنت لعبا شبا لا يتجاوز الثانية والعشرين عاما من العمر ومثل هذه الأمور الخارجة عن الرياضة وأخلاقية اللعبة لم أكن عارفها تماما لكن الأكيد أن الجزائر كانت تستحق التأهل إلى الدور الثاني بالنظر إلى مشوارها الرائع في الدور الأول لكن الاعتقاد السيد في الجزائر أنه تم ترتيب كل شيء في غرفة عيير الملابس رضي الفندوق وتم الاتفاق مسبقا على النتيجة النهائية لللقاء فهذا بالضبط قبل هذه المواجهة فهذا بالنسبة لي فقط لعب في البدو وإلى الأمام فقط أما في المرحلة الثانية فقد تغيرت طريقة اللعب ولم تكن تصني كرات كثيرة في الهجوم لكن هذا لا يعني بالضرورة أن تعليمات مسبقة أعطيت إلى زملاء قبل المباراة فمثل هذه الوضعيات يمكن أن تحدث في مباريات كرة القدم فوق الميدان واللعب كان يقول إلى زميل له لا تجهد نفسك كثيرا لأن المشوار مازال طويلا والنتيجة كانت تخدمنا وهذا ما كان يهم فربما المغامرة في الهجوم كانت ستكلفنا ثمنا غانيا واللعب بحذر كان سيمة المنتخبين في تلك المواجهة لكنني بصراحة لم أرأ أشعر لحظة واحدة بأن هناك مغامرة قدر بها هل تجرون مدى الألام الكبيرة التي سبب سموها للجمهور الجزائري حينها ولعب كرة القدم لمنتخبه 82 أتفاهم جيدا الغضب الشديد للجزائريين مع رجل ذو أحاسيس وأعرف جيدا مدى الآلام التي كان يشعر بها الجزائريون ستجدون أمامكم لاعب كرة القدم الذي ضيع مرتين نهائية كأس العالم على التوالي حلم أي لاعب كرة قدم هو التتويج بهذا اللقب العالمي إذن أتفاهم جيدا أكثر من أي واحد آخر وأدرك جيدا معنى أن تقصى من الدور الأول بعد فوزين وبست نقاط في الرسيد إنه أمر مؤثر فعلا أن تغادر المونديال أعتذر فعلا أنا متأسف أتمنى أن يفكر الفريق والشعب الجزائري بطريقة أخرى ويطوي هذه الصفحة وينظر فقط إلى الأمام هل تحذبت عن قضية 82 مع زملائك اللاعبين القدمة؟ في البداية أعتقد أن الجميع سعداء بالتأهل إلى الدور الثاني يمكن أن أقول أيضا أن الرياضيين الألمان أننيون عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى النهائي والفوز لكن حققوا ما كان يجب عليهم وبعدما لاحظوا الترتيب العام في المجموعة الجميع كانوا متأسفين على خروج الجزائري من المونديال بهذا الرسيد من النقاط المنتخب الجزائري لم يتوش ثلاث مرات باللغب كأس العالم ولم يضيح حتى نهائين من هذه المنافسة لكن الفوز الذي حققه على المنتخب الألماني في الثاني والثانيه يبقى غالي لدينا بما تحتفظون عن هذه المبارب بالنسبة لي إنه أول مونديال لي وأول استدعاء لي مع المنشاف لقد كنا مركزين أكثر على فريقنا وليس على الجزائر كان من الممكن أن تكون أحسن المشاركة لقد تفاجعت كثيرا بالسرعة الفائقة التي كان يتمتع بها عناصر المنتخب الجزائري فقد كانوا لا يحتفظون بالكرة بل يمريرونها بسرعة فيما بينهم إنهم انتخبوا يلعبوا بطريقة هجومية ولاعبوه يتمتعون بسرعة في التنفيذ من الناحية التقنية كانوا جيدين من كل مواحي وحبظونا للتسجيل عليهم قليلا فعلا لقد تفاجئنا بالطريقة التي كانوا يلعبون بها من بعض منكم كلاعبين قدما كانوا يصرحون مثلا بأن الهدف الرابع وحامس يهدونه لزوجاتهم المزارعين وحتى إلى كلابهم فما حقيقة الأمر لدى الألمان صراحة لا أتذكر هذه الأمر لكن قلت إنه يجب أن نحضر بطريقة جيدة لهذه المباراة أمام الجزائر كان بمقدورنا أن نملك فكرة عامة ودقيقة حول قوة الجزائرين ما تعلقه؟ ما هي الحقيقة الحقيقة؟ ما هي المعرفة التي قلت وماذا قلتهم؟ من هو قدوتك في الماضي؟ لما كنت ألعب كرة القدم كنت أرغب أن أصبح مثل كيفين كيغان ويوهان كريف كان كل واحد منا يتخذهم قدوة له في الشارع وفي النادي تشعر بهذا وعليك أن تطور كرة القدم الخاصة بك وفقا لقاعدتي تكتيكية معينة لقد تطور كبيراً نعلم ما بنا نعلم ما بنا وليس كنت أتمنى أن تظهر لك أخرى لأنهم أخرى المهمة يتحدثون كما تعمل كبيراً كما تعمل كبيراً كما تعمل كبيراً وكما تعمل كبيراً عبر الانترنت لا نجد معلومات كثيرة خاصة بلد فارسكي هل كانت تقدمنا المزيد؟ المزيدين أنا من عائلة عادية في أماني والدتي كانت سكرتيرة ووالدي كان موظفاً في مصلحة الضرائب وبالإضافة إلى ذلك فإنه كان موسيقاراً وكان يعزف على الساكسوفون نوع الجاز وربما هو الفن الذي ورثته عن والدي وجسته فوق الميدان وهو ما صنعني بطلاً عالمياً لدي ولداً الأول يبلغ 16 عاماً والثاني 11 عاماً والأصغر هو الذي يمارس كرة القدم مثلي والكرة منتصقة برجله ويسجل أهدافاً كثيراً فهو إذن يعشق كرة القدم وأتمنى له كل التوفيق ويستحق النجاح إذا واصل بنفسي هذه الجدية وعند الكبر فلا حاجة لي للعمل كنت مسؤول عن الاستخدامات في نادي فورس بورغ فهل يوجد لاعبون جزائرين تريد التفرى بخدمتهم؟ نعود الآن إلى الأمور الجدة نعم أنا مسؤول على الانتدابات في فولسبورغ ونعمل في تقدم المستمر ونجحون في عملنا وبعض لاعبين متواجدون في البرازيل مع منتخباتهم وأكيد لدينا بعض اللاعبين الجزائريين الذين نتابعهم من القدم إلى فولسبورغ مثل الطايدا ونحن أيضا بصدد معاينة المهاجم سليماني وما يقوم به في كأس العالم مع الجزائر فغولي كذلك لاعب مهم للغاية لكن مناجر الفريق عليه الانتزام بسرية التامة في العمل لإنجاح وإتمام هذه الصفقات فهناك منافسة شرسة مع مختلف الأنذيع والأكيد أننا لم نضع لاعبين جزائريين في قائمة اهتمامتنا فهذا يشرف الكرة الجزائرية والألمانية كذلك وليست أنهم للمشانة المهاجمين ومن المهمين لأننا نحن مهمة لأننا لاحظة مهمة لأن العمل المهاجمين لأن العمل المهاجمين لأننا نحن بلاعظة بالنسبة وقبل هذا كان لدينا كريم زياني وكنت أحب كثيرا هذا اللاعب تأسفت كثيرا لأنه لم ينجحنا عنه ولم يعمر طويلا والأمور كانت صعبة عليه صحيح أن مشاكله كانت مع المدرب فقط ودائما يصعب على اللاعب النجاح لما لا يدخل في حسابات مدربه والأكيد أن زياني لعب مهاري وأي فريق يتمنى أن يتواجد لديه لاعبون من هذا النوع قادرون على صنع الفارق في أي لحظة من المباراة على طالما تمنيت له التوفيق والأفضل في مشواره وأعلم أنه حاليا ينشط في الدوري القطري طريقة لعب زياني تشبه طريقتك نوعا ما وهذه مجمل رائع للعب أليس كذلك نعم هي مجاملة كبيرة لهذا اللاعب المميز ومجاملة لي لو تشبهونني أيضا بزياني وطريقة لعبه المميزة أيضا لكن أطلب من كريم لا ينزعج أولي فما هذا التصريح بالخطأ عند حراءة هذا الخوار أو مشاهدته أفضل مني ولديه تسليدات أفضل مني أيضا لكن في الإحسانات أنا أفضل منه بكثير عشت كذلك مع العدد زائر أخر وهو عالم بالمبروك ما الذي يمكن أن تقول العالم أدى اللاعب؟ عالم صديق مقرب بالنسبة لي ودعاني للإقامة عنده في العديد من المرات في فرنسا وأقول له في حال اطلع على هذا الحوار أو شاهده في التلفاز أنني أبلغه سلامي لقد استقبلني بحفاوة كبيرة في فرنسا وهو الذي يعمل في رسينغ باريس وللأسف زوجتك جعلتك تهتم بها أكثر ونسيتني لم تنزع مع ماجر الفرنسي ولكنك تعرفه جيدا لم تنزع مع ماجر الفرنسي ولكنك تعرفه كثيرا كنا نتابع مبارياته ومن الناحية التقنية كان متفوقا على الجميع ومستواه يفوق متوسط كما أن طريقة لعبه كانت تعجبنا كثيرا كما أنه يملك شخصية رائعة وبالتأكيد أنه اللاعب الأكثر معرفة في ألمانيا أحسن اعتراف عند لعب كرة القدم هو سماع الأطفال في كل أنحاء العالم ينادون لتبارسكي في الجزائر أيضا هناك الكثير منهم أحسن ماذا تتح بير ما دتأونا يدون لغانا نخ preparing للحراء بالجميع أو الأطفال في الشياء أو الأطفال في الناس أو الأطفال ومن الناس يبقى التقنية كما أنه يدون أن تكون هناك الكثير من من المجموعة ينقف على الجميع اتناولى الأطفال لا تكون هاتذرا ما الذي يجب أن أقول لهم على هذه المنزلة؟ ما الذي يجب أن يقول لهم على هذه المنزلة؟ أكد بأن لديه طريقة لعب خاصة به كانت لك تجربة في إيران عند دربت هناك ما هو الشيء تتذكره من تقافة هذا البلد المسلم؟ ما هو الشيء تتذكره من تقافة إيرانيين كما من الناس يجب أن نتحدث عن هذه الثقافة عندما نعيش في بلد تختلف ثقافته مع الثقافة البلد الأصلي المشكل أن لدينا معرفة قليلة بهذه الثقافة وحتى نتحدث عن هؤلاء الناس الذين يمارسون هذه الثقافة علينا أن نتعايش معهم لفترة أطول بالنسبة لي الأصعب كان تقبل الصيام خلال شهر رمضان لأنني لست أعرف أي سبب عن الصيام هناك من يقول بأن الصوم أمر سيء لأنهم لا يعرفون شيئا عن رمضان أعتقد أن الحياة تستمر دائما أحسن ولو نتقبل ونحترم ثقافة الآخرين وعلينا أن نتعلم أكثر قبل أن نصدر أحكاما على الآخرين الأمر الذي نتجاهله في أي من هذه للأسف ولا يفعل أداء المدخب الجزائري من البداية هذا الموديم يمكنني أن أتحدث عن أداء المتذبدب وفيه المستوى العالي وفي بعض اللحظات المستوى كان متواضعا وقد صمدوا أمام البلجيكا لوقت طويل وبعدها التغييرات التي قام بها المدرب أثرت على توازن المنتخب أما أمام الروس تفاجأوا برأسية محكمة قبل أن يستفيقوا في شوط الثاني دفاعكم جيد لأنه مستند دائما من الطرفين على لاعبي الوسط وفي المقابل دائما ما يجدون صعوبات كبيرة في الكرات الثابتة التي شكلت لهم عدة مشاكل وقط أمام البلدى بشكل جيد لأنه مستعد أمام البلدى فقط أمام البلدى بشكل جيد لكن الفلانك كانت ترى مرحلة جدا وقد أخذوا بعض مزيد البلدى من هم اللاعبون الذين نالوا إعجابك في المتخب الجزائرين؟ أظن أن فغولي لاعب مهم للغاية فهو خطير لما يكون أمام مرمى المنافس وبكل بساطة إنه لاعب جيد وفي المباراة التي ستجمع الجزائر أمام ألمانيا أظن أن سليماني سيكون قادر على صنع الفارق بما أنه يجيد اللاعب بالرأس كما يتميز بشخصية قوية فحتى لو لم يظهر بقوة طيلة الثمانين دقيقة من المباراة يمكن أن يتدارك ويصنع الفارق في الدقائق العشر المتبقية ولو لعب أساسيا في المباراة فيجب الحذر منه خاصة في الكرة الثابتة على العموم من المخالفات ركنيات وغيرها وفي رأي سليماني وفغولي يجب مراقبتهما عن قرب والحذر منهما لأنهما نجمات تشكيلة الجزائرية أظن بعدما شاهدت مباراة في منافسة كأس العالم لحد الآن أنه لا يجب التفكير كثيرا في الجانب التكتيكي لما نلعب باحترام المنافسة الجانب التكتيكي يأتي بطريقة آلية لكن لما نلعب بخوف اللاعبون يتجمعون في الخلف وبالتالي يتحملون عب المباراة وفي هذه الحالة نستخدم منتقب الألمانية الذين سيستفيدون كثيرا لأنهم يبنون طريقة لعبهم في منطقة المنافس يجب على الجزائريين أن يسرعوا في رد الفعل وقد أثبتوا على ذلك في المباراة السابقة كما أنهم يجدون لعب الهاجمات المعاكسة مع العودة إلى الدفاع مباشرة ما أريد قوله هو أن احترام المنافس دون الخوف منه سيخدم كثيرا وسيرفع الحضوض في تحقيق الفوز في مباراة كأس العالم بشيء ممكن أنا أحاول أولاد خفضة لأنهم يجبون لعبادة حلقة المكتوبة وما يدخلون المصدرhole توجدون الحضوض طريقة ومرحل رغم العالم يجبون أنهم يجبون كثيرا إنهم يجبون أنهم يجبون أنهم يجبون أنهم يجبون أنهم يجبون وفقا في المساعدات السامية كنت أخطأ كبير كالما أولادنا أولادنا هل أولادنا الفوز أنني متأسف للغاية من الجزائريين خاصة اللاعبين منتخب الجزائري سنة 82 الذين لم يتأهلوا إلى الدور الثاني رغم المجهودات الكبيرة التي بذلوها لأننا فزنا على النمسا بهدف لصفر فقط وأتمنى اليوم أن يضع كلا الفريقين انتماءهم الوطني جانبا وما أقوله أيضا أنه في 82 لم نفخر بعد لتسببنا في إقصاء الجزائر التي كانت تملك تشكيلة قوية وأتمنى من صميم القلب أن يسامحنا الشعب الجزائري وأننا أستطيع أن نسائل من البقاء من الجزائريين ليس لأننا لا أعرف ما هو أجل ولكننا أعتقد أننا لا مزيدا جدا جدا من في حال أجلال أن نحن بإنسان الجزائر في الحال وأعاد أننا جزائر لغاية من البدار وأنتم أعطي الله شكرا 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 شكرا